قلت ويسدل خير الخلق فضل عمامة ويروى بأن لون العمامة أسود كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل فضل العمامة فكان يلبس العمامة أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ورد أنه كان يلبس عمامة سوداء وكذلك روية أنه كان يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه وكان ابن عمر كذلك يفعل ذلك وغيرهم من الصحابته واضح؟ يسدل يعني فيه دؤابة العمامة فيطلقها بين كتفيه واضح؟ ترجمة نانسي قنقر